السلام عليكم هذا الفيديو سوف نخصصه لديك أحداث الشغاب اللي وقعت البارح السبت في الملعبة اللي في مدينة سكنترا وذلك على هاميش ديك المباراة برسم البطولة الوطنية لتجارات مبيل الجيش الملكي وولمبيك اسفي واللي النتيجة ديالها رجعت او آلة الفوز الفريق العسكاري اللي حافظ على صدرة دياله للبطولة بعد انتصار دياله بهدف نظيف على اسفي وقعوا لميديا كيتي في الدقاءة 57 من المباراة الجيش عندها دابات قريباً عندها 58 نقطة وهي المتسطرة للترتيب لكن الفريق للأسف الشديد وبسبب هات الأحداث اللي وقعت البارح معرض لعقوبات محتملة بسبب ذيك الأحداث ناتجة على الشجار ما بين الترس عسكاري وبلاك أغمي يعني هي من نفس المشجعين نفس الفريق للأسف يحصرها وبشيدة لسنة الانضباط بالجامعة الملكية لكورة القدم ينتظر باستفرض عقوبات قاسية على الفريق العسكاري بسبب هذه الأحداث ويقدر توصل لحد المنح ديال الفريق من الجماهير ديالو اللي هي مباراة سيناء وأكثر مع الغارمة طبعاً الشي اللي يقدر يؤثر سلبان أو سلبان على المشوار ديالو في هاد المنافسة شنو الدم ديال الفريق إذان شنو الدم ديال اللاعبين شنو الدم ديال المدريب ديال المكتب موسيير شنو دمهم كامل فهات شي وشنو الدم القناترا فهات شي كله للأسف أحيانا الجمهور يسيء الفريق ديالو من حيث لا يدري وهالنتيجة باركة منزيد نهضر ونكتر الكلام علاقة بعد الأحداث ديال الشغاب اللي وقعت البالح نشير إلى أن مصالح أمن القناترا دلت واحدة العمليات محكمة بعد الوقوع ديالها وعلىها مش هاد المباراة وتمكنت باش تضبط وتوقف خمسة خمسة لواحد منهم جوش دريق قاصرين ما عندهم شسين أرشد زين صغار دخلين تفرجوا تشدوا لا حولوا القوات الليلة هاد الخمسة اللي تشدوا مشتبه في تورط ديالهم في ارتكاب ديك أعمال العنف اللي كتشوفوا في المقاتلة للفيديو اللي عندها علاقة بالشغاب الرياضي وتسبو في إلحاق خسائر مادية في ممتلكة عمومية والعنف أيضا في حق موظفين عموميين أفراد القوات العمومية أثناء الأداء الواجب ديالهم ولقضت كما قل ديال الفيديو المرفق كتبين شيء الكثير مما لا يمكن قوله حتى في التعليق تكشي باشع وباشع وحشومة وعار يوقع هاتشي في الملاعب ديالنا البلاغ ديال الإدارة العمال الأمواطرية صراته للمناسبة لحدات لا رياضية كيقول بالتدخلات الأمنية اللي ادارت بعد نهاية المباراة مكنات من توقيف هات الخمسطاش الواحد اللي متورطين في عدم الامتتال وتبادل العنف والرزق بالحجارة الشي اللي تسبف إصابة أيضا عنصرين من القوات العمومية بجروح متفوتها وطبعا تشي الخسائر المادي في مجموعة من جهزات الملع البلدي في القناترا علاواتان على التورد شي وحدين فيهم في ارتكاب جلائم مختلفة بحال التخضير بحال حيزة أسلحة بيضاء أدوات ردة قنينا من الغاز الموسي للدمان ونطدخل التحال تساف هاتش يحمد هاتو كلهم تم الإخداع ديالهم من البحث القضاء تحت إشراف النيابة العمال قنيناترا للكشف على كل الظروف والملبسات والخلفية ذات الشي اللي يوقع ومازالة الأبحاث والتحرية تجارية لإستغلال المعطية التعريفية اللي تم تجمع ديالها باش البوليس يحددوا الهويات ديال الباقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هات أعمال الشغب وهي أفعال إجرامية يعني لأحد الاعتقالات مازالة متسدات ومازالة غير ما كانت تكبر وتزيد هيا واش نور بحتوى الخوت الفصائل المشجعة لفرق الجيش المالكي واش حب الفريق هو أنك تخرب الملعب واش حب الفريق أنك تنطبز بعضياتكم والمواس والحجار وشي العين ينسير عليك لأسف الشديد الجمهور دارها وماشي كل الجمهور خيب كما يقول لا إيمان لكن الفريق قد يؤدي التعمال لأسف لأسف الشديد ما احترامي الجمهور العسكري أرى بحال هذه الأحداث ماشي المرة الأولى اللي كانت توقع مع نفس الجمهور هذه الأحداث الرياضية وقعت اللي وقعت البارح في ملعب بلدي مقنيترا جات بعد ثلاثة الأسابيع تقريباً ثلاثة سيمنات من وقوع أحداث شغب واحدة أخرى في تيطوان وبهذه المناسبة قد نضلكم على مآل ومصير اللي كانوا تشدوا في تيطوان على ودها وتحالوا على المحكمة المتدائية في تيطوان باش يتحكم ومجموع العدد ديالهم شي بالأربعين شي أربع واربعين اللي تمت الإحالة ديالهم على غرفة الجنح تلبوسية الـ 26 فيهم تحالف في الملف الأصلي وسبعة في الملف الثاني وعدد مماثل في واحدة الملف الثالث وربعة في المتهمة في الملف الرابع نياده كانت مشوع من مراحل تل إحالة ديالهم على النيابة العامة كانت في أيام متقاربة لكن هذه الملفات كلها تم ضمضي على الملف الأصلي بعدما اقتنعات المحكمة بوحدة الموضوع ديالها وكونها كانت تتعلق بنفس الأحداث اللي وقعت في تيطوان وهذه الملفات الأربع المضمومة بيصدر فيها قرار قضائي في السيمالي دازت وقبل ما نظر على القرار القضائي نشيره لأن هذه المتهمين كانوا متابعين التهم كتتعلق واسمعوا معي هذه التهم وبروية هذه التهم ما شي جوجو ما شي ثلاثة هذه التهم هي المساهمة في أعمال عنث أثناء مباراة رياضية والإلقاء العمدي للأحجار والمواد الحارقة خلال مباراة رياضية تعييب وإتلاف تجهيزة الملعب والمنشآت الرياضية ومحاولة دخول الملعب استعمال القوة والعصيان بأكثر من الشخصين المجتمعين يحملون أسلحة بظاهرة وزيد عليها إهانة رجال قوة العمومية أثناء القيم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم والدرب والجرح في حقهم استعمال الأسلحة وتعييب وإتلاف وتكسير على السيارات ومعدة مخصص المنفع العامة لا يشتوش حال وفيه معدل فئة واحدة أخرى متابعة لأجهانة الضابط القضائية أثناء متابعة مهامها وزيد عليها حتى محاولة الدخول إلى الملعب المحكامة في سيماني دازيت استرات الحكام في الملفات الأربع المضممهم عشرين واحد من هاد المتهمين تحكموا بعامونس ديال الحبس نافضة يعني يتمضح الشهر نافضة وكيدوزها في الحبس ما زي معتقالين يعني ما مجمعه ثلاثين عم ديال الحبس وزيد عليها أن هاد المحكامة حكمت على كل واحد فيهم باش يؤدي خمسة لف درهم كغرامة نافضة هادو عشرين أما الستوحدين أخرين في حكمات اليوم المحكامة لكل واحد فيهم بس الشهر الحبس مقوفة تنفيذ ترسي وواحد الغرامة ديال ألفين درهم 40 ألف ريال مع مصادرة المبالغ ديال الكفلة مدعا حيث كانوا في حالة صراح الكفلة المدعا مترفشوج منهم لفائدة الخزينة العامة وأما بنسبة الباقي للكفلات فقررت المحكمة الإرجاع ديالها لمن له الحق فيها بعد تصفية ديالها طبعا قانوني هذا جوزء من الحكام ما بغش نعطيها بشكل مفصل وهذا الحكام في فقرة منه منع منع أيضا المتهمين المدانين منعهم من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة سنة واحدة ولزمهم يعني كل المتهمين بالتردد على مركز الأمن التابع للمكان إقامتهم خلال فترة إجراء المباريات التي منعوا من حضورها مع شمول الحكم بالنفذ المعجل يعني انهار اللي غادي يكون شي مغات في كسميتهم يعني غايت منعوا وخصوهم شوي بوينتي عن البوليس والأساسي الأساسي هو العقاد للسجن أو السلسي ستوى الخوت فين كتوصل سخنية الرأس وكل التربية والتهور أرى الرياضة أخلاق والتربية واحترى من جبه الفريق المنافس لأنه قانون المنافسة يقول كان هناك منتصر ومناسي ماشي ديما فريق ديالي غادي يكون منتصر أو ديما غادي تكون مراد يعني الفريق ديالي وعلى الأدى ديالي وعلى كان مرحي قدر يكون فيها متألق قدر يتحلل نيبو دياله لا حول ولا قوة إلا بالله وشكرا لحسن استماعكم وإلى فرصة لاحية خدمتم أو في القناة ودامة أفرحكم الله يبعد لكم مدرجات